في بقية التفاصيل الميدانية أعلن مصدر طبي أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت اليوم الثالث على التوالي مناطق على الحدود السورية التركية بالقرب من معبر باب الهوى في ريف إدلب الشمالي وأفاد نشطاء إعلاميون معارضون أن مقاتلات روسية استهدفت بصروق فراغي تجمعا للشاحنات والمركبات تنقل مواد إغاثية للداخل السوري في بلدة أدانا الحدودية القريبة من المعبر وأفاد مدير مركز الدفاع المدني في بلدة أدانا أن الغارة أصفرت عن مقتل شخص واحتراقي أكثر من عشر شاحنات